هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في معظم المدن والقرى الفلسطينية لا يتوقف الأمر الذي دفع مجموعة من الشباب إلى العمل على نظام كاميرات مراقبة متطورة جرى تركيبها في قرية كيسان شرق مدينة بيت الأحم بهدف وقف هجمات المستوطنين المتمثلة بالحرق والضرب ورمي الحجارة أكثر من 80% حسب إحصائيات الشرطة الأوروبية تقيد ضد مجهول في المحاكم الإسرائيلية أي هجمات بتصير 80% أغلبها بتقيد ضد مجهول إحنا هدفنا نوثق نحرج المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال ومستوطنيهم الغير قانونيين على أرضنا أمام المجتمع الدولي تعددت الاعتداءات وزادت المخاطر في مناطق كثرت فيها البؤر الإسلطانية حيث تعد خاضعة لسيطرة الاحتلال الذي يوفر الحماية لمستوطنيه الذين يرتكبون الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين كثير مهم نفكر في الناس الموجودين هنا على أرض هذه القرية اللي بتعرضوا دائماً لاعتداءات اللي بيصحوا بلاكي بيته محروك اللي بتم الاعتداء على ولاده في المدرسة كثير مهم هدول الناس الجانب التحذيري والحماية لهدول الناس في القرية نفسها قابلنا الحاجة مريم التي استشهد زوجها أمام أعين أطفالها قبل ثلاثة وثلاثين عامة بعد الاعتداء على أرضهم والتنكيل بهم إذ وصفت الأوضاع الحالية بالمأسوية وأن الاعتداءات مستمرة في كل وقت وحين يعني ذايقوا علينا كثير هاي بنيت هنا دار هدوها وهناك بنيت دار هدوها اليهود مطرح الدار هذيك يما يعني أنا مريضة شهيد ويعني ذايقوا علينا كثير كثير بنتي هاي 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 يوم تخو أبوها أفقدت عقلها هاي هاي والله يوم امرض العقل يرعيها مريضة عندي هذا ويرى النشطاء الفلسطينيون أن وضع الكاميرات في أكثر من منطقة أمر ضروري بهدف كبح جماح المستوطنين بينما يرى البعض الآخر أن جيش الاحتلال يشكل غطاء واضحا لمستوطنيه في المناطق كلها هل ستساعد كاميرات المراقبة في الحد من اعتداءات المستوطنين الذين يهاجمون منازل الفلسطينيين خاصة في ساعة الليل فكم من جريمة ارتكبها المستوطنون المتطرفون أودت بحياة نسوة وأطفال آمنين من قرية كيسان في بيت الأحم رائد الشريف الغد فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر